قضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية بسجن طبيب تخدير لمدة عشرة سنوات ونصف بتهمة القتل غير العمد لطفله وقد أوضحت رئيسة المحكمة أن الطبيب البالغ من العمر 67 عاما لم يكن ينوي قتل الأطفال لكنه تصرف بإهمال جسيم أدى إلى وفاة طفلة وإصابة ثلاثة آخرين أشارت المحكمة إلى أن الحالات الثلاثة الأخرى تعتبر محاولات قتل غير عمد بسبب التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة وكان طبيب التخدير قام في سبتمبر 2021 بحقن أربعة أطفال بمادة تخدير ملوثة في عيادة أسنان بمدينة كرومبرغ وارتكب أخطاء جسيمة تتعلق بالنظافة الصحية الأطفال أصيبوا بتسمم في الدم وتوفيت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات أثناء الليل على كرسي طبيب الأسنان ومع ذلك لم يظهر الطبيب أي اهتمام كاف باستفسارات الآباء القلقين حول حالة الأطفال الثلاثة الآخرين حيث أخبر طبيبة الأسنان بأنه لا داعي لإثارة مثل هذه الضجة الكبيرة رغم أن الطبيب لم يظهر أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه إلا أن الحادثة تبرز مخاطر الإهمال الطبي وتأثيره المدمر على حياة المرضى وعائلاتهم وتجدر الإشارة إلى أن الحكم ليس نهائيا بعد مما يفتح المجال أمام احتمالات الاستئناف أو إعادة النظر في القضية هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بدقة وحرص